سلام تولمونت نتمنوا تكونوا كلكم بخير وعلى خير في حال ديما اليوم إن شاء الله دائما في إطار الشيوات اللي تقدروا توضفوا في عاشرة اللي يدخلها لنا وعليكم بصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا ونزولا عن طلب ديلكم تطلبوا تمنى بزاف ديال الوصفات لا سواء ديال قرشلات أو لا ميني فقيقصات سواء ملحين أو اللي حلوين وحتى الأشياء اللي تقدروا ترافقوا بها هاد شهيوات هادو كذلك الفاكية اليوم إن شاء الله غدي نشارك معاكم واحد نوع ديال نوغا رائع بزاف النوغا ديال اليوم إن شاء الله ما فيها لا بيد لا أعسل لا كترت تطراب لا كترت لتكنيك أو لا الطرق المعقدة باش تحصلوا على نوغا النوغا ديال اليوم جد مميزة سهلة بسيطة كتجي مرملة الاختلاف ما بين هاد النوغا والنوغا المعروفة كتجي معلك وكتجبد النوغا اللي غدي نشارك معاكم اليوم إن شاء الله كتجي مرملة شيشة وارطبة كتدو في الفم بواحد المداق جد مميز مختلفة تماما على أنواع النوغا اللي سبق ليكم دقتو أو لا جربتو الفيديو ديال اليوم إن شاء الله جد مميز نوغا غزالة شكلا ومداقا بقوا معي إن شاء الله حتى الأخير ديال الفيديو بشوف المكونات وطريقة تحضير النوغا بالحليب أول مرحلة في تحضير النوغا بالحليب هي الخدمة ديال السيرو في كاسرونة قدرت هنا 300 جرام ديال سكر حبيبات أو لا سكر ساندة غدي نزيد عليها نصف الوزن ديال ما يعادل 150 جرام 300 جرام ديال ساندة في 150 جرام أو 150 مليلتر ديال ما غير من الروبيني ما غاديش نحرك هاد المكونات هادو بالمعلقة غادي ناخد الكاسرونة نيشا نديرها على عافية تكون مهيلة ونخلي هاد الخليط هادا كي طيب باش يولي على شكل سيرو هاد ندوز دبابش نهضر لكم علي كيفاش غادي تعرفو السيرو ره وجيد للنوغا عندكم هاد تغموماتخ كاتخدموا بي هاد تغموماتخ بخوفيشيونيل كيصلاح للنوغا لتحضير اللعسل وتحضير السكر فالناس اللي عندهم هاد تغموماتخ غادي تخدموا به هاد نوريكم كيفاش تخدموا او لدرجة حرارة المطلوبة الناس اللي عندهم شهد تغموماتخ غادي تحتاجوا ازلافه فيها شوية ديال ما الميكون غير من الروبيني هنا بالنسبة الناس اللي عندهم تغمامات قد بقوا مرة 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 كتعبروا درجة الحرارة دي السيرو خاصكم توصلوا لدرجة حرارة ما بين مية وخمستاش حتى المية وستاش هنا يا الله وصلنا لمية درجة سلسيوز سلسيوز بالنسبة الناس اللي عندهم مش هاد الاهلا هدي او بغيتو تعرفوا واش سيرو صل لدرجة طياب المطلوبة او لا فكتبدا تاخدو شوية من هادك السيرو وكتخوي في داك المالي قد يكون بدرجة حرارة الكوزينة يعني او من الروبيني هنا كتلاحظوا ان السيرو من خويته في الماء جاري او لا كي ينساجم مع الماء يعني باقي السيرو موجودش كتبقا وكتراقبوا السيرو مرة 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 ونحن يصل عن بيوصلت الدرجة اللي بغيت دي الحرارة غادي نقرب بتاغمامات غادي ب يمكن ان تكون مرة وخمساش فاصلة ساعة يعني تقريبا مرة وستعزة سيرو سلسيوز ندوز دابل تجريبة دي الماء غادي ناخد شوية دي السيرو وغادي نخويها في تلك الزليفة فيها الماء كتلاحظوا ان السيرو بمجرد ما يقس الماء كي يجمع هنايا كان بدان نجمع فيه منك تهزو هديك الكمياء دي السيرو اللي تلاقت في الماء ديكوم كتقدروا انه كوم تشكلها على شكل كويرة كتشوفوا صلاحا بيوصلوا بمجرد ما تحصلوا على هاد النتيجة هاد الهاتي سيرو وجد دي هنا في زلافة قدرت 100 جرام هذه الزبدة من أصل حيواني من نوع ممتاز تكون بدرجة حرارة المطبخ كيف نطفي على السيرو فوق البوطة كيف نحزو كيف نيشن على هذه الزبدة بمجرد ما تخوي هذا السيرو على الزبدة كيف تحركوا ضروري ونقطة جيد مهمة أنه الزبدة باش تكون من أصل حيواني وتكون بدرجة حرارة المطبخ أو الزبدة لا تخدموش بالزبدة بردة نيشن كي تجبدوها من تلاجة تخدمو بها باش ميوقعش لكم يكون السيرو سخون والزبدة بردة فكيتشوك الخليط يقدر يفسد لكم فانتو ما كتخدمو بالزبدة من أصل حيواني هنا مجرد ما كتخويو هاداك السيرو على الزبدة كتبدو كتتحركو كيتا تدوب الزبدة كتنسمو هاد النوقة هادي بنكهة اللوز أو لا روح اللوز المار كتديروا قياس واحد نسمع القاس صغيرة ديان كتدير اللوز ونسمع القاس صغيرة ديال الفاني ما عندكمش الفاني هاكدا سائلة تقدروا تعوضوها بصاشي ديال الفاني الناس اللي غادي يجوروا صاشي ديال الفاني كتديروه في المرحلة ديال تحضير السيرو مع السكار سانيده غادي نحرك مزيان باش نساجمو هادوك المونكيهات ونيشان غادي نزيد ميتين قرام ديال الحليب الموجفف او لا الحليب بودر كنغرب له باش حتيلا فيه شي التكتولات يحيدو وغادي نحيد هاداك الطراب اليدوي ونعوضو بإنماغيس او لمع القا سباتيول وغادي نحرك بسرعة ضروري هاد المرحلة ديال تحرك اي مكوين زيتو فكتحاولو انكم تلقي ديكم وتخدمو بسرعة محد الخليط باقي سخون هنا يا الحليب الموجفاف محدو كينساجم مع المكونات وهو كيعطاكم الخليط كي يجي بحل العجين وضروري انكم الإناء فش كتخدمو كتكرطو ليه الجناب ديالو والقاعد ديالو باش كل شي كينساجم صلعن بيم بعد ما نساجم كل شي هنا غادي نصحح الدوق ديال النوغا بقياس واحد اربع معي القا صغيرة ديال الملحة باش كتجي بنينه ما كتجيش هكدك باسلة غادي نحرك الملحة باش نساجم مع النوغا وغادي نبدأ الإضافة ديال المكسرات بالنسبة المكسرات فكيبقى على حسب الدوق ديالكوم شخصيا غادي نزيد هنا يا 100 جرام ديال اللوز اللي سبق ليه وحمر طف الفران 100 جرام ديال بيستاش او لا الفوستوق 100 جرام ديال نواد بيكون او لا البيكن وعندي تقريبا واحد من ربعين حتى الخمسين جرام شخصيا خدمت بالزركش الإيراني هاد نوع هدا كيجي محمد تقدرو تعوضوها بالكوانبيريز حتى هما تيكونوا محمدين كيف ممكن لكم ديروا الزبيب وهنا زدت قياس واحد ثلاثة الحبات ديال المشماش اللي معسل ومجفف سبق ليو شاركتو معاكم في القناة ما تتوفرتوش عليها او لا ما صوبتوش تقدرو تشريوه كيكون تيتباع عند ناس كيبعوا وازم الحلويات جاهز فهاد المرحلة غادي نبدأ نحرك شخصيا بديت كان نحرك بيديه باش نتحكم في الخليط ويتجمع اليد غياء وبسرعة باش ما يبقاش حتي يبرد واخا هو شوية سخون انا راتي حرقات نيدية غير باش نكون واضحة معاكم في هذه النقطة انتوما إلا ما قدرتوش على السخون تقدرو تحركوا بمعلقة ديال العود شي معلقة ديال العود طويلة او كبيرة فكتحركوا بيها بسرعة هاد المكونات هدو باش ينساجمو قبل ماى يبرد الخاليط هنا بنسبال هاد المكونات غادي نديرهم ف إطار القياس ديالو 20 سنتيم على 20 سنتيم غادي نديرها بشكل مربع تقدرو تشك Papadro بشكل ماقيتو دائري مستطيل فبالنسبة لتنسبال Lynchان في إطار مربع القياس ديالو 20 سنتيم فالطول في 20 سنتيم فالعرض سبق لي ودهنت هذا الإطار هذا بشوية ديل زيت نباتية في الجناب ديله من الداخل خديد هذيك النوغة وهي سخونة كي نسجمات خلطها مزيان ونسجمو العنصر مزيان سرحتها في القاعد ديل هذك الإطار ضغطت عليها مزيان حتى أخذت شكل ديله وغادي نفيني لها لوجه ديلها هنا كتفينو كتضغطو عليها كتفينو بشكل لي بغيتو باش كتاخد الفورما ديل الإطار اللي انتو مدرتوها فيه بنسبة الفواكه الجافة او للمكسارات اللي غادي ديلو فهد النوغة فه هي كتبقى اختيارية على حسب الدوق ديالكم تقدرو تديرو غير شكل واحد او لاجوج او بلا ثلاثة تقدرو تديرو المكونات اللي بغيتو على حسب الدوق ديالكم القاجو تقدرو تستغنو على شح واجلينتو ما متا تاكلوهو مش فهد شي كي يبقى اختياري ديرو فيها اي نوع بغيتو هنيا من بعد ما قديتها وهي بقية سخونة غادي نزيل لوجه ديلها بشوية ديلة البتال دوغوز او لا الوراقات ديال الوردي كي يكونوا موجابل كي يكونوا لديو كي يتباعوا عند الناس اللي كي بيعوا لوازي من الحلويات شوية ديال الوريقات ديال الورد البلدي وغادي نضغط شوية على هد الوريقات هادو بشي يتبتو فلو جهة ديال النوغة. عادي تقولو ليا على جدرتي الفواكه الجافة والمكسرات باش كتجي هاد النوغة هي كتجيب ماداق حلو محمد. المكسرات كي يعطوها ماداق ديال النوازات هي كي يكونوا محمرين. وهذا كزركش الايراني او لناس اللي غادي يخدموا بالذبيب او للكفتصة كرانبيريز كيعطيها مداق محمد مع ذيك الاضافة دي المشماش مجفف فكتجي نوغا ما بين حلو حامض صلاحا بي من بعد ما درت هدوك الورقات دي الورد وضغط عليهم زيان باش يتبتو علوجيه دي النوغا غطيتها ودخلتها لتلاجة كتتخليها في تلاجة مينموم ستاديا سويع كان عندكم الوقت كتديرو فحالي كتصوبوها متلا بالليل وكتدخلوها لتلاجة كتبقى ليلة كاملها هنا من بعد ما دوزت ليلة كاملها سنحيدها من هدوك الاطار فضروري انكم الاطار كتدهنوا شوية ديال زيت نباتية هكذا كي يجيكم سهل انكم ديموليو النوغا ضغيية كتحيد انا هنا يا عونت بالموس غير هدوك الزوايا القائمة او هدوك جنبات ديال الاطار بما انهم مربع فحاولت انني نفصل النوغا على جناب ديال الاطار صلاحا بي وكتهزوا الاطار وكتبدأوا كتدفعوا فهدوك النوغا ضغيية كتخرج من هدوك الاطار كتكون شدات راسها بالبلوطي نصل عن بي وقفات الليزوين فهد النوغا انها مني كتبرد صفي ما كتبقيش الدوب وخد خليوها على بره ما تدخلوها الشكل او لا تحتفظو بها غير في الكوزينا فبوطا فما كتما كتدوب ما كتديفورما ما ما توقع لها اولا كيف يمكن لكم ديروها في بوطا وتحطوها في تلاجة انا غير ذكرت انه في جميع الحالات كتبقى محافظة على شكل ديالها سواء في بلاسة سخونة او لا في بلاسة بردة فكي تقطعها كتبقى هكذا هنا من بعد محيط النوغا من الايطار حففت لها جناب ديالها باش يجوا الطريفات ديال النوغا كلهم قادين وغادي نبدأ كنقطع فيها شخصيا غادي نستعن بمسطرة باش يجوا الطريفات كلهم قد قد انتو ما كتخدموا بطريقة اللي بغيتو ديال ما كنقولها شخصيا انا مانيك فالقطاع ديال الحلوة فكنبغيهم يكونوا كلهم قد قد كنستعن بمسطرة وضروري الموس باش تقطعوا يكون ماضي لانها نوغا ما كتجيش هكذا كمعلكة او لا كتجبد او لا قسحة فكتجي مرملة وشيشة واختشوف هاش تدرسها رغمني كتبطوا عليها بالموس كتحسوا بها مرملة وشيشة فضروري انكم تخدموا وبموس يكون ماضي باش كتبطوا كتهرسوا او لا كتقطعوا هذوك المكسرات مع الجزئات ديال النوغا باش تحافظ على شكل ديالها منيك يكون لو موس ماضي سنبدأ كنقطع فيها هكذا بالطول او من بعد من نقطع هاد النوغا على شكل اشريطة غدي ندوز باش نقطعها بشكل فردي بالنسبة لتقطع ديال شكل فردي فهذا الشي يرجع لكم تقدرو تقطعوها مثلتات او لا معينات او لا مربعات هاد الشي يرجع لكم كيف ميمكن لكم تقطعوها كي كان ندير دبا في الفيديو غدي نوريكم الشكل اللي اللي كيجي على شكل مربعات كيجي شوية كبير تقدرو تسربيو recharge في بلاتو كيجي بلاتو زوين كيف ميمكن لكم هادوك المربعات تقطعو كل مربع على جوجة باش تاحتوها او لا باش تقطعوها على شكل صبعات ولا مستطيلات صغار كيجي غزالة شوفوا شكل ديالها وو ديزاين ديالها وذوك الوينات اللي كيجوا فيها كيف مقطعتوها كتجيزوينة هكذا كيجي شكل ديلا على شكل مربع فانا هني كتعجبني نقدمها على شكل مستطيلات او الاصباعات كيجيو متوسطين ماشي صغار بززاف وماشي كبار فكيم مقطعتو هاد النوقة كتجي غزالة بدو كل الوينات اللي فيها ديال الفواكه الجافة والمكسارات مع دو كلوريقات ديال الورد اللي كيكون طبعا الحال تيتكل هادا كل الورد اللي ما تقولوش اللي بيبدأ يكون في طريفات ديال النوقة اللي بيبدأ ينقفها اللي كيكون مانجابل كيتكل كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات وريد اللي الورد اللي بي راها كيعتوا واحد الريحة واحد المداق وكذلك حتى هو تيتكل سلعن بي غادي نكمل هنية بنفس طريقة نقطع دو كل الاشريطة ديال النوقة وكينأكد وكينعود اللي الموز يكون ماضي نتمنى انه الفيديو كون واضح مزيان اذكرت فيه قاعد النصائح والاسرار باش يجيكم نوقة ناجحة من اول تجربة مرملة وزوينة وكتقدموها بصحة وراحة سواء مرفقة مع الفكية فاشخصيا رفقتها مع هاد شكيل التاني كيجي رائعة مع هاتين ما تشبعوش منها كيجي بنينة بدوك المكسرات اللي فيها وبدك الريحة ونسمة ديال الروح اللوز باش نسمتها مع ديالفانيكا تعطيها واحد اللمسة زوينة تجي كدوب في الفم غير شكيل جيلا كيجي رائع بدوك المكسرات تبدوك الوريقات ديال الورد انتمنا من الناس اللي غادي جربت لو الصبع تولي تطبيقات ديالكم في الصحة ديالي في الانستغرام كيف ما جرت العادة وكونوا على يقيم اللي دق عندكم هاد النوقة غادي يتضم المداق والقوام المرملة ديالها وما يمكنش ما يسؤولكم شكيفة صوبتوها المكونات وطريقة تحضير رحيت كتجي مختلفة تماما على النوقة اللي مالفين بها ولا مالفين كان صوبوها ولا كان ندوقوها ما بقل نقولوكم صحا وراحة إلى جبادكم الوصفة ديال النوقة بالحليب ما تبخلوش علي يا بلايك اللي كوموتار الناس اللي ما مشاركينش معاي في القناة مرحبا بيكم ما تنسوش تفعلو زراس الاندار باش وصلكم جديد كل مره ندير في فيديو في يوتيوب الناس اللي ديجا مشاركين معاي ألف شكر اتلقى بيكم ان شاء الله في فيديو الجاي على بخشن شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة